استقبل قداسة البابا توادروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعرض الوزير التوجه الجديد لمنظومة وزارة التربية والتعليم من حيث والأفكار والأساليب الحديثة المتبعة في العملية التعليمية ومن ناجهته أثنى قداسة البابا على هذه الرؤية والجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الصياق والتي تسهم في بناء الإنسان المصري بالشكل الذي نأمله في بلادنا وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الاتجاه نحو وضع منهج يضم القيم والمبادئ الدينية المشتركة ضمن مناهج التربية الدينية للمراحل الدراسية المختلفة وذلك بهدف ترسيخ تلقى القيم في المجتمع